كل ده في وقتها كان مصر لدى من هذه الوقت أنا بعتقد أنه مصر شوف إيه بصر الراهنة بهذه الطريقة المتخبطة أنا مع الأسف الشديد بعتقد أنها لا تستطيع أن تقدم لحد ولا نفسها وأنا بعتقد أنه حل شوف إيه النفسي أو يفهمه الرئيس مرسي أن العلاقات بين الرؤساء والزيارات لا تصنع شيئا ما يصنع شيئا هو ماذا تمثلي أنا قلت لك المغرب فتن كل حد بلوك ثرويو مش تويو حيبص من خلالك إلى مورائك إحنا في هذه اللحظة مع الأسف الشديد لا نستطيع التأثير وليه جزء بس أنا عايز لك حاك تقدر تأثري وتدخل دول عربية أخرى معك إفريقية عندك المغرب عندك الجزائر أبقى ممكن تونس وليبيا ما هماش جاهزين دلوقتي لكن ممكن دخل دولة إفريقية لكن أنا بقول أنه مصر لازم تسعى إلى مؤتمر قمة تتفاهم فيه مع الناس وتقدم صورة نفسها مختلفة عن صورة قدمها إحنا خلي بالك أنه فيه دول كتير من دول جدا بترى في هذا النظام أنه نظام إحنا عملنا عملية إرهابية في كينيا في مسلمين عملوا وعرب فأنتي بشكل ما القرم الأول من بدري مشبعة ضدك بالعبيد بالعبودية إحنا بننسى الزمن العبودية اقتصة منا مع أننا ما كناش تجار العبيد الكبار تجار العبيد الكبار كانوا في الغرب في غرب إفريقية بنين وكل ما تشاء واللي عندنا كان هنا قليل قوي اللي كان من شرق إفريقي لكن مشكلة أنه احنا تأخرنا في الغابة العبودية فنسبت إلينا وإحنا عدنا الغاية في مؤتمر الأفريقية كنا بنحاول نقاوم فكرة العبودية عايز أقولك أنه إحنا نجحنا في مؤتمر قمة الإفريقي فنسبت قضية واحدة قضية فلسطين ونحن نريد عرضها لو جيت وقلت لهم إسرائيل كلهم حارفوا دون كلهم حارفوا دونك مش نقلين في الحكاية دي كلها من نجح بها فلسطين خارج إفريقيا لكن في واحد وهو الدكتور محمود فوزي أمان الله قال أنه الطريقة الوحيدة لكي نعرض بها مشكلة فلسطين لأنها قضية تمييز عنصري وهكذا وقفت إفريقيا يقول لا عايز أقول أنه أنت هذا البلد في هذه اللحظة ما هوش جاهز ولابد أن نصلح حواله لكن لغاية نصلح حواله أنا بعتقد أنه على أقل تقدير أن تكون الرئاسة قادرة على مسؤوليتها أن تكون الرئاسة قادرة على أن تزيل الأزمة أن ترفع الأزمة من الطريق لكي نستطيع الوصول إلى الموضوع مع آخرين أما من غير هذا إحنا داخلين يعني أنا عمانة أشوف في الصيحات اللي بتتقال وفي المؤتمر الآخرين إيقاف بناء سد النهضة بش بس قاعد إيقاف المشكلة أننا نطالع إفريقيا بالوجهة الذي لا تريد إفريقيا أنت راح ووجه الاستعلائي مش بس الاستعلائي ولا إرهاب بتتكلم جد لأنه شو في فيه اللي كانوا موجودين زعماء الطيارات الإرهابية يعني قولي لي لما تبقى بلاد في إفريقيا عانت من تفجيرات ما هو يا لازم نسلم إنه إحنا عملنا عمليات إنفلات شديدة جدا إن إحنا اتأخرنا في حاجات كتير جاي وقوي كانت منها في قوتها إن إحنا لسنوات طويلة مع الأسفش بعد عبد الناصر مش ما بتكسفش أوله لكن مع بعد عبد الناصر أظن إدخلنا في أخطاء لا لزملاء بعض الناس حاولوا يعملوا جهود موفقة وقرأت نجحت ممكن نجحت لكن نحن في مشكلة أنت إفريقيا كلها النهاردة معبقة ضدك العلاقة مع السودان ودلوقت العلاقة مع السودان أصبحت شمال وجنوب جنوب بيتجه ناحية إثيوبيا وبيقول بصراحة دي مصالحي لا ميس الرئيس بالغير متزعالي إحنا قررنا أنه وقت رضانا عن البشير دخلنا في تقديم سلاح للسودان عشان نضرب الجنوب يا سيتي والله أنا يعني شفت سال فاكير وشفت جرانج وشكويهم السلاح المصر المتفق على السودان كانت كبيرة قوي يعني والغريبة قوي أنه إحنا رجعنا ساعدناهم ضد الشمال يعني عرفة إيه يعني إحنا بنساعد الكل ضد كل لا إحنا عرفة إيه لأنه السياسة شخصية وتخضع لمزاجات الحاكمين وما قد يتعرضوا له من أحوال نفسية والسياسة نعكس عليها ده وده اللي بيحصل كارثة السياسات اللي من نوع ده ولنبقى الفرد بيحكم من غير مؤسسة ومن غير مشروع أنه هوا المتقلب يخلي السياسة طب الآن جنوب السودان مستعد لتوقيع عن تيبي هوقعها فعلا يعني أو يعني وقع البروتوكول وقع البروتوكول عن تيبي طيب وجنوب شمال السودان هيعمل كده متوقع أن يوقع أنا متوقع أنه حيمضي تبقى مصر وحيدة هنا خلي بالك أنه أنت شوفي إحنا مشكتنا أخطر من هذا كله بمعنى أنه السودان في مطر السودان يعني السودان غربا وشرقا منطقة أنطار في ممكن أما أنت ده عامدك الوحيد نستقول لك أنه في الحلول كمان من الحاجات اللي حلاثة عملها أنه إحنا لابد أن نفكر في تطوير أسلوب الزراعة في مصر أنا مفاكر معرفش كان عنديك وقت ولكن لكن أنا مفاكر أنه أنا جاي مع خروتشوف زعيم السوفيت الشهير وأنا تعرفه هو جاء زار مصر في فتاح السد العالي في فتاح المرحلة الأولى من السد العالي ساعة 64 ولأنه كان عاوز يعرف حاجة على العالم اللي هو جاي فيه عمره ما كان جاي جنوبا أبدا فطلب أنه حد يروح له يقعد معاه في طول الرحلة لأنه هركب مركب من أول يلطى يجي لغاية إسكندرية خمسة أيام هركب مركز اسمها أرمينيا ودوروا على مين يروح له وبعدين هما السوفيات اقترحوا اسمي لأنه أنا صديق لأليكسيا جوبي اللي كان رئيس تحرير إزفاستيا ولمتجاوز رادا خروتشوف بنت خروتشوف فلقيت الرئيس عبد النصبي كانني مرة وأنا كنت في في اليمن كنت نازل من طيارة بتعمل غارة على صعدة ونازل في مطار على صنعة وجي لي قائد القاعد يقول لي لا سعى تليفون طب إيه قالوا لي أنه رئيس عايزة تكلمني رئيس قال لي تعالي على القاهرة وخد لأنك هتاخد شنطة خد شنطة شتا لأنك هتسافر على الطول على موسكو ليه جيت لقيت سيد سامة شرف مستانية في المطار روحت على بيت رئيس قال لي ما تروحش بيت وفعلا روحت مهم يعني خروت شوفوا احنا جاين في السكة بيتكلم في كل حاجة في كل حاجة بان قال لي ايه قال لي عايزة أقولك حاجة أنت مشكلتك المية عندكم وبنقولوا أنكم مستقبل هايل في زراعة الصحراء بالريب التنقيط على المرتفعات وأنكم ممكن تتحولوا إلى كذا وكذا وكذا وتكلم فيها كلام طويل جدا وأنا فاكر أن كتبت مذكرة فيها كتبت لفسي يعني كتبت محضر تأييب اللي اسمعتم منه وكلمت فيه رئيس عبناصر على موضوع زراعة لكن أنت لابد ريب الغمر ده ما عندش ممكن تعمل ولابد أن تفكري في تنطويل زراعة عشان تتوسعي